هشام عبدالله رفض هشام عبدالله صحابي حر السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مرحبا بكم في قناة هشام عبدالله تيفي القناة اللي تجد فيها ما لا تجدونه في صحابي مدورو وفي قناة العقاة والاستعمار وقناة اللي ما فيها لا رقابة ولا رقابة فرية مطلقة منذ ايام وبالتحديد منذ ضربات الاولى للمقاومة الفلسطينية ضد اسرائيل واحنا نتكلم عن تطورة الوضع عن الحالة في فلسطين ولكنوا قاعدين تكلموا من بعيد اليوم يحصل لي شارك ويسعدني استضيف محلل سياسي ومناظر سياسي فلسطيني من قبل فلسطين من رامالله ما فيش منه باش يحكي لنا عن الوضع يحللنا الاوضاع هنا ونشوف معاه كيف ستكون الايام القادمة حسب الاحتمالي معي الاستاذ انور رجل قيادي فلسطيني مناظر قبل كل شيء ونقرركم ومعي قلنا سهلا بك اهلا بك اهلا بك استاذ استاذ رجل تعيش انت في قلب فلسطين واول شيء تبادل لذلك هو انك تحدثنا عن مشاعر الفلسطينيين لما قامت المقاومة بضربات يوم السبت ضد العدو الإسرائيلي وكيف كانت مشاعر وكيف كانت ردود الأفعال مساء الخير استاذ هشام وشكرا على الاستضافة فيما يتعلق بعملية يوم 7 اكتوبر دعني في البداية اوضح مسألة في غاية الاهمية 7 اكتوبر هو نتيجة طبيعية لتنكر الاحتلال الإسرائيلي والمنظومة الدولية للأسف لحقوق الشعب الفلسطيني والتلكأ في تنفيذ الاتفاقيات الموقعة وتنفيذ قرارات المؤسسات والمنظمات الدولية وتحديدا الأمم الالتحدة ومجلس الأمن هذا الانفجار كان متوقع نتيجة ولطالما حذر السيد الرئيس محمود عباس أبو مازن من تداعيات الإجراءات والممارسات حكومة اليمين القومي الديني الفاشي في إسرائيل التي يترأسها بن يمين نتنياهو وانسداد الأفق السياسي وغياب القدرة أو غياب دعني أقول بشكل أضاق غياب نوايا جادة من قبل المجتمع الدولي لإلزام إسرائيل وعصابات المستوطنين بالتوقف عن الاعتداء على الشعب الفلسطيني نحن نواجه حكومة يمينية متطرفة تمارس سياسة الضم والتهويد وتقوم بعمليات استهداف منظمة وممنهجة ضد المواطنين الفلسطينيين سواء في الضفة الغربية أو قطاع غزة أو في القدس هي تستهدف الفلسطينيين بالقتل والاعتداء وتدنيس المقدسات وتطلق العنان لقطعان المستوطنين لممارسة ساديتهم اتجاه الشعب الفلسطيني من قتل وحرق وقلع للأشجار والزرع ومن ملاحقة حتى الماشية حيث يقوم قطعان المستوطنين بتسميمها هذا ناهيك عن الاستراتيجية التي تمارسها حكومة الاحتلال بعمليات القدم التدريجي للأراضي الفلسطينية ومحاولة وطرد سكانها وهدم البيوت وتدنيس الأماكن المقدسة والإسلامية والمسيحية ليس هذا وحسب وإنما يتم كل ذلك تحت حماية جيش الاحتلال وبرعاية من حكومته المتطرفة لقد حذر السيد الرئيس أكثر من مرة أن استمرار هذه الاعتداءات وهذه الإجراءات وانسداد الأفق السياسي وعدم حصول الشعب الفلسطيني على حكام الحقوقه سيقود المنطقة إلى انفجار لا تحمد عقباه وقد كرر ذلك من على منبر الأمم المتحدة حينما خاطب العالم أجمع وقال بشكل واضح وصريح واهم من يظن أن السلام يمكن أن يعم الشرق الأوسط دون أن يحصل الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة كاملة وهذا التحذير أيضا صدر عن زعماء في المنطقة وزعماء دول ولكن للأسف أصمى هذا النظام الدولي البائس والمنحاز كليا لدولة الاحتلال أذانه ولم يستمع إلى هذه التحذيرات وبالتالي ما حدث يوم 7 أكتوبر هو يأتي في إطار الدفاع المطروع عن النفس في إطار الإحزان وتم ذلك في يوم 7 أكتوبر بالتأكيد ويأتي ذلك في يوم 7 أكتوبر صحيح وهذا هو ما يمنحه القانون الدولي للشعوب المحتلة بمعنى أن حق هذه الشعوب في مقاومة الاحتلال من أجل الحصول على حق تقرير المصير والاستقلال والحرية هذا المقاومة والدفاع عن النفس كفلته القوانين والمواثيق السماوية والدولية والأرضية وكل ما شئت أن تتحدث حوله هذا نحن كيف استقبل الشعب كيف استقبل الشعب الفلسطيني في فلسطين ضربات يوم 7 أكتوبر كيف كانت مشاهره كيف استقبله بالتأكيد الشعب الفلسطيني عندما يرى عندما يرى هذا الاحتلال تمرغ أنفه في الطراب ويهزم بهذا الشكل المريع بالتأكيد هذا سيكون محط ترحاب من الشعب الفلسطيني لأنه يعاني بشكل يومي من بطش الاحتلال الإسرائيلي وجيشه ومستوطنيه وكما أشرت أن هذه المقاومة وما حدث يوم 7 أكتوبر وما يحدث بشكل يومي وإن اختلفت المستويات والدرجات نحن نقاتل ونقاوم هذا الاحتلال على جميع الصعود والمستويات ولسنا من عشاق القتل والدم والعنف والآخر ولكن هذا ما كفله لنا القانون الدولي ويأتي ذلك في إطار ردنا ومقاومتنا المشروعة في مواجهة آخر اختلال في هذه الدنيا وبالتالي أستطيع القول أن الشعب الفلسطيني لا يمكن إلا أن يرحب بهذه العملية ليس من باب كما قلت أننا عشاق قتل وعشاق دم وعنف ولكن نحن ندافع عن أنفسنا أمام هذه الآلة العسكرية القاتلة التي تبطش بنا يوميا ومنذ أكثر من 75 عام ونحن نواجه القتل والتشريد والتدمير وبالتالي هذا يأتي في سياق الدفاع المشروع عن النفس أستاذ أنور تقول أن الشعب الفلسطيني يرحب بهذه الضرق وهناك من يريد أن يفصل حركة أماس وما قامت به منذ يوم 7 أكتوبر يريد أن يفصله عن باقي الشعب الفلسطيني وإن ذلك بعمل إرهابه كيف تردون على هذه المقولة؟ يعني للأسف نحن في زمن يختلط به الحابل بالنابل وهناك محاولات دقوبة ومستمرة منذ انطلاق حتى الثورة الفلسطينية ومحاولات الولايات المتحدة ودول الغرب بتشويها النظام الوطني الفلسطيني ووصمه بالإرهاب ولكن هذا أمر لا ينطلي على أحد ولا يمكن القبول به لأن المقاومة الفلسطينية تعمل في إطار القانون الدولي وما يمنحه القانون الدولي لها من حق بشروع في مواجهة الاحتلال محاولات وصم المقاومة الفلسطينية أو محاولات وصم النضال الفلسطيني بالإرهابية محاولات فاشلة وميؤوس منها وتأتي في إطار المحاولات الدقوبة من قبل الاحتلال وداعميه لتشويها النضال الوطني الفلسطيني ولكن هذا بالتأكيد أمر بات العالم اليوم أكثر انفتاحا ونحن نتحدث عن الشعوب كيف تميز بينما هو إرهاب وبينما هو مقاومة مشروعة الأكاذيب التي حاولت أن يبثها أن يبثها إعلام الاحتلال الإسرائيلي وللأسف تبنتها المنظومة الدولية الظالمة وحاولت تسويق مثل هذه الأكاذيب ولكنها فشلت وفضحت نفسها بنفسها حتى البيت الأبيض تراجع عن اتهامات سجلها للمقاتلين الفلسطينيين وحاول وصم هذه العملية أو محاولة إلصاق التهم والقصص الخيالية والوحشية بالمقاتلين الفلسطينيين وهو ما أنقره لاحقا وثبت بالدليل القطعي يعني زيف وبطلان هذه الروايات وهذه الأكاذيب التي حاولوا من خلالها تشويه الشعب الفلسطيني ونضالاته رد فعل العدو الإسرائيلي بإعلانه حرباً على خطاع غزة على الشعب الفلسطيني في حد ذاته يجعل أن هذه الضربات التي قام بها أماس يجعل الشعب الفلسطيني جزء من هذه الضربات وبالتالي تم تلاحهم بين المقاومة التي باسم حركة أماس والشعب الفلسطيني وكل فصائل فلسطينية وصارت هذه الحرب تمش الفلسطينيين بكل مكوناتهم ولا يوجد تمييز بين تلك الحركة والأخر ما رأيك؟ يعني هذه مسألة إعلان الحرب بصراحة هذه مسألة تثير الاستهجان لأن دولة الاحتلال الإسرائيلي أو الحركة الصهيونية أعلنت منذ عام 48 حربها على الشعب الفلسطيني وهي تقوم وتمارس هذه الحرب حتى الآن وهي حرب ليست تستهدف فصيل ما وإن كان العنوان كذلك ولكن هي تستهدف الشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده نحن يومياً نشهد عمليات إجرام وقتل وتنكيل بأبناء الشعب الفلسطيني من جيش الاحتلال ومستوطنيه اليوم نحن نتحدث في الضفة الغربية مثلاً عن أكثر من خمسين شهيد خلال هذا الأسبوع منذ يوم 7 أكتوبر وحتى الآن نتحدث عن أكثر من 300 جريح نتحدث عن ممارسات يومية ويعني يقوم بها قطعان المستوطنين حيث يهاجم المواطنين الآمنين في بيوتهم ويستولوا على أراضي الفلسطينيين ويقوموا بحرق المزروعات ويقوموا باستهداف حتى الماشية واقتلاع الأشجار ومنذ متى لم توقفت حرب الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني لم تتوقف يومين ولكن قد تزداد وطيرتها في لحظة ما وتخبو في لحظة أخرى ولكن عملياً نحن في صراع دائم مع هذا الاحتلال كونه لم يتوقف عن حربه ضد الشعب الفلسطيني ما يجري الآن هو حقيقة حرب على الشعب الفلسطيني بأكمله نحن نتحدث عن أكثر من 1200 شهيد حتى الآن نتحدث عن 50 عائلة أو أكثر في ذلك تشبور 50 عائلة أو أكثر تم شطبها من السجل المدني الآن نتحدث عن ليس عن شهداء أعداد نحن نتحدث عن عائلات بأكملها اليوم هناك عملية يعني تطهير واضحة يقوم بها جيش الاحتلال الإسرائيلي للأسف بدعم من الولايات المتحدة الأمريكية ومن بعض الدول الأوروبية ليس هذا وحسب بل وهناك تبني كامل للرواية الاحتلال الإسرائيلي تحرقت الأساطيل والبوارج الحربية من أجل دعم دولة الاحتلال في مواجهة الشعب الفلسطيني الذي لا يمتلك أستاذ أنور تفضل ناسب عن القطاع أحيانا أستاذ أنور نعود إلى ضربات يوم 7 أكتوبر باغتت ضربات باغتت العدو لم يكن العدو ينتظر هذه الضربات مع العلم أنه القطاع غصة تحت رقابة مشددة ترقابة عسكرية واستخبارات مشددة كيف تفسر هذه المباغتة وكيف استطاع المقاتلين أن يرموا بهذا الكم الهائل من القضائف ومن أين دخلت وكيف تم إطلاقها يعني لابد أن نتساءل عن ذلك ممكن تعطينا يعني إجابة تدورنا عن هذا العمل الجبار الذي قام به المقاتل يعني فيما يتعلق بهذا الأمر دعني أشير لاعتراف قادة الاحتلال الإسرائيلي السياسيين والعسكرين والأمنيين والذين يعيشون حالة صدمة حتى الآن ولا يستطيعون الإجابة على هذا السؤال سوى أنهم بوغتوا وأنهم خضعوا وضللوا وإلى آخره من هذه التبريرات ولكن في مصاري النضال الوطن الفلسطيني لطالما سجلنا يعني أهداف حقيقية في مرمى الاحتلال لسبب واضح لسبب بسيط جدا نحن أصحاب قضية عادلة وعندما نقاتل نقاتل بإيمان مطلق بعدالة قضيتنا ولا نبغي سوى أن نحصل على حريتنا وكرامتنا وتحقيق أمانينا في دولة مستقلة وبالتالي يعني كما يقولون الحاجة أم الاختراع دائما ما يحاول الفلسطينيون أن يبحثوا عن يعني وهذا في تاريخ النضال الوطني الفلسطيني كله دائما ما نبحث عن يعني بإمكانياتنا البسيطة كيف نواجه وكيف نفشل المنظومة الاحتلال العسكرية والأمنية من أجل هذا يأتي طبعا في إطار الاشتباك الدائم مع قوة مع جيش الاحتلال ومستوطنيه ولكن هذه العملية كما قلت وباعتراف يعني قادة الاحتلال سوى الأمنيين أو السياسين أو العسكريين وغيرهم بأنه حتى الاستخبارات الأمريكية والإدارة الأمريكية يعني فوجئوا بهذا بهذه العملية وهذا يعني كما أشر هذا أحد أسباب النجاح في هذه العملية هو هذه الغطرسة وهذه العنجهية وهذا الغرور الذي وصل له دولة الاحتلال حيث لا رقيب ولا حسيب على أفعاله وممارساته وتنكره لحقوق الشعب الفلسطيني حتى بلغت العنجهية والغطرسة في رئيس حكومة دولة الاحتلال بأن يخاطب العالم من على منبر الأمم المتحدة وهو يحمل خريطة يتنكر فيها لحقوق الشعب الفلسطيني السياسية ويمحو حل الدولتين ويقدم ويشرح على هذه الخارطة بكونها خريطة دولة إسرائيل يعني حتى لا وجود للضفة ولا غزة ولا حدود سبعة وستين هذا التنكر وهذه الوقاحة وهذه الغطرسة كانت أحد الأسباب والاستخفاف بالشعب الفلسطيني وبمقاومته وبنضاله وب كل هذا يعني كان أحد الأسباب في نجاح عملية سبعة أكتوبر نهيك عن ما تمتلكه فصائل الفلسطينية من إمكانيات تؤهلها للسيطرة أو هكذا ما يتم الحديث حوله هناك حديث عن السيطرة على يعني كاميرات المراقبة والسيطرة على منظومة المراقبة بشكل كامل على الحدود سيطرة على أو التحكم أو قصف يعني غرف العمليات ونظام التحكم والسيطرة في مستوطنات ما يسمى بمستوطنات غلاف غزة بالإضافة إلى كما أشار إلى أن حالة التضليل والخداع الكبرى التي مارستها الفصائل على إسرائيل طوال الفترة حتى أن رئيس وزراء دولة الاحتلال كان دائما يتفاخر بأنه يسعى للحفاظ على حكم حماس في غزة من أجل منع قيام دولة فلسطينية وتعزيز الإنقزام الفلسطيني هذه الرؤية ضربت في الصميم وهي ستكون أحد الأسباب المهمة في إنهاء الحياة السياسية لبن يمين نتنياهو ولحكومته اليمينية ولليمين الإسرائيلي بشكل عام وأنا دعني أقول اسمح لي أشير إلى مسألة مهمة هنا أنه مهما مارست دولة الاحتلال من قتل وبطش وتشريد وهدم وتدمير وتهجير وإلى آخره لن تستطيح أن تمسح هذا العارة الذي لحق بها يوم 7 أكتوبر طيب يوم 7 أكتوبر كان انتصار عسكري استخباراتي أمني للمقاومة الفلسطينية الانتصار لم يكن في الحسبان ولم يكن منتظر اليوم الجيش الإسرائيلي على مشارف مدينة غزة وقطاع غزة أكماله لإقتساح المدينة أنا تعتقد أن هناك إمكانية تسجيل انتصار ثاني في الدفاع هذه المرة بعد انتصار الهجوم انتصار في الدفاع حيث سيخسر دابر الجيش الإسرائيلي الذي ينوي محو قركب حماس من الخريطة وبالتالي محو الشعب الفلسطيني من الخريطة لأنه يطالب للشعب الفلسطيني النزوح نحو الجنوب ومغادرة قطاع غزة هل ممكن أن نتصور بكل موضوعية انتصار جديد وهذه المرة من موقع الدفاع وليس من موقع الهجوم بعد ما حصل يوم سبعة أبتر في حالتنا الفلسطينية يقاس الانتصار بمدى تحقيق الأهداف الاستراتيجية الأهداف التي وضعها الاحتلال المعلنة هي القضاء على حكم حماس في قطاع غزة والقضاء على حركة حماس هذا هو العنوان هذا هو الغطاء لحرب للحرب على الشعب الفلسطيني بأكمله لمحاولة استثمار ما حدث وما حصل عليه الاحتلال من دعم دولي ومساندة دولية من هذا النظام الظالم النظام الدولي الظالم يحاول أن يستثمرها لتصفية القضية الفلسطينية عبر تدمير ممنهج ومنظم لكل ما هو فلسطيني في قطاع غزة تمهيدا لتهجير الشعب الفلسطيني وفرض حلول على الشعب الفلسطيني منها التوطين الفلسطينيين في سيناء وهذا الهدف الاستراتيجي للاحتلال الإسرائيلي وهو تصفية القضية الفلسطينية وبالتالي فشل هذا الاحتلال في هذه القضية فشل في تهجير الفلسطينيين وتوطينهم سيكون الانتصار بحد ذاته بالرغم من يعني ضخامة حجم التضحيات والخسائر الفلسطينية سواء كانت بشرية أو عن مستوى البناء التحتية أو إلى خيره بتقديري أنه لن ينجح الاحتلال في تمرير مشروعه ولن ينجح في تصفية القضية الفلسطينية بل بالعكس النتائج التي ستجري نتنيها يتحدث عن تغيير في خاردة الشرق الأوسط جيد ولكنه لم يخبرنا كما يقول البعض كيف سيكون هذا التغيير وما شكل هذا التغيير إذا إذا إفشال مخططات الاحتلال الإسرائيلي هي الانتصار الحقيقي للشعب الفلسطيني أما التدمير والقتل الذي تمارسه بشكل يومي إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني وأنا أقول ضد الشعب الفلسطيني بأكمله العملية حدثت انطلاقا من قطاع غزة ولكن الاستهداف يتم في قطاع غزة بالطائرات والمدفعية وبالأسلحة المحرمة دوليا هو يقوم برمي متفجرات عنقودية قنابل عنقودية وفي السورية على أهلنا في قطاع غزة ويطلق العنان لقطعاني مستوطنه في الضفة الغربية ويحاول أن يستثمر الوضع لتهويد القدس إذن هي حرب على الشعب الفلسطيني بأكمله أما الحديث عن حماس أو الفصيل هذا أو ذاك هي فقط غطاء واستثمار لردات الفعل الدولية لما حدث يوم 7 أكتوبر ردات الفعل الظالمة والغير منصفة طبعا في هذا السياق أستاذ أنور بما أنه القضية ليست قضية حركة معينة وليست قضية منطقة معينة أي قطاع غزة هل يمكن أن نفكر في فتح جبهة الضفة الغربية ضد العدو الإسرائيلي حتى حتى نفكر حصار على قطاع غزة حيث تمت الحشود الإسرائيلية كلها على قطاع غزة ممكن أن نفكر في فتح جبهة من جهة الضفة الغربية أنا أوضح هذه المسألة وهي مسألة غاية في الحساسية والتعقيد الطبيعة الجغرافية للضفة الغربية تختلف اختلافا كليا عن طبيعة واقع قطاع غزة في الضفة الغربية هناك تداخل كبير بين المناطق التي يسيطر عليها الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنات وبين المناطق الخاضعة للسلطة الوطنية الفلسطينية اسما ولكن هو عمليا يعني يتنكر لذلك ويقوم باقتحامات يومية لمناطق الضفة الغربية حتى التي يمكن تصنيفها بأنها تخضع لسيطرة السلطة الفلسطينية والمقصود بها مناطق الف انا اشرت قبل قليل الى انه الشعب الفلسطيني يقاتل بجميع الاشكال التي يسمح بها الظرف الفلسطيني وهناك تباين في عملية توظيف المقاومة المسلحة واستثمارها وكيف نوجهها وإلى آخره في الضفة الغربية دعني أقول أن المقاومة الشعبية السلمية الدفاع عن النفس والتصدي لقطعان المستوطين ولجيش الاحتلال بشكل مختلف هو النموذج الأفضل الذي يتناسب مع الساحة في الضفة الغربية ونحن لسنا عدميين ولسنا مغامرين ولسنا كما أشرت نعشق الدمار والتدمير هناك موازين قوى يجب أخذها بعين الاعتبار سواء في الميزان العسكري أو حتى في الميزان السياسي وموقف السلطة الوطنية الفلسطينية نحن رأينا كيف يسعى تسعى الإدارة الأمريكية والدول الأوروبية حتى البعض يحاول أن يفرض على القيادة الفلسطينية إدانة هذه العملية سواء بدغطات جموار أين كيف بعض الدول الأوروبية على سبيل المثال أعلنت عن وقف المساعدات للسلطة الوطنية الفلسطينية يعني أنا لا أريد أن أقول أنه بغض النظر عن الطريقة التي نقاتل بها أو المعارك التي نخوضها سواء كانت عبر المقاومة المسلحة أو عبر المقاومة الشعبية السلمية أو حتى عبر النضال السياسي والدبلوماسي هي تقريبا نجد ردود الفعل يعني على سبيل المثال عندما يلجأ هنا أحد المطالب التي يقوم بها تطالب بها الإدارة الأمريكية وإسرائيل وبعض الدول الأوروبا يعني تطالب مثلا التوقف عن رفع دعاوي قضائية ضد الاحتلال الإسرائيلي في المؤسسات الدولية إذن نحن نقول الآن يجب أن نبحث عن التكامل في كيفية استثمار وتوظيف كافة أشكال النضال التي يسمح بها القانون الدولي بما يتفق وينسجم مع واقع الشعب الفلسطيني وموازين القوة والموازين سواء العسكرية أو السياسية والواقع العربي والإقليمي والدولي هذه كل حسابات يجب أن نخذها بالاعتبار يجب أن لا نكون عدميين يجب أن نفكر بطريقة كيف نحافظ بها على الدم الفلسطيني كيف نحافظ بها على تعزيز صمودنا على الأرض وتمسكنا بالأرض وأنا دعني أشير إلى مسألة في غاية الأهمية في هذا الإطار أنا أهلي يقطنون في قطاع غزة عائلتي يعني إخواني وأشقائي وشقيقاتي وأقاربي يسكنون في قطاع غزة اتصلت مع البعض منهم وهم أسأل عن أحوالهم فتحدثوا لي عن موضوع الهدرة سألتهم لماذا لم تغادروا بيوتكم فكان الرد أولا أين نذهب لا يوجد مكان آمن في قطاع غزة اتنين لا مكان آخر لنا لنذهب إليه ونحن نسلم أمرنا لله واللي كاتب ربنا بصير هذه الروح هذه الروح لا يمكن أن يهزم شعب يتبنى مثل هذه الروح ويستعد للتضحية بنفسه وعدم مقابل عدم أن يغادر منزله وأن لا يستجب لدعوات التهجير إذن أود الوصول إليه أنه يجب أن نتفق كيف نوظف كافة أشكال النضال في مواجهة هذا الاحتلال سواء كانت عصاعد المقاومة المسلحة والمقاومة الشعبية أو حتى النضال السياسي والدبلوماسي والقانوني الذي تقوم به السلطة الوطنية الفلسطينية في إطار حماية شعبنا وتحصيل الحقوق المشروعة له أستاذ أنوى شاهدنا كيف أوروبا وأمريكا هبّى واحدة إلى جانب إسرائيل وغضوا النظر تماماً عن معاناة الشعب الفلسطيني وإسرائيل وجدت يعني سند لحدى الدول الأوروبية بالإضافة إلى أمريكا بينما الفلسطينيين لم يجدوا ولا شيء باستثناء رسائل تأييد وتضامن بالكلام الفارغ بالخطابات الرنانة في حين نتعبدنا أن القضية الفلسطينية تقص وتهم كل العرب ومن العيب أن ندرك شاب يعاني لوهده والأنظمة العربية يعني تتفرج اليوم مثلا نسجل إلى يومنا هذا منذ سبعة أيام ما توجد إلا مصر التي طبعت مع العدو الإسرائيلي التي تحاول أن تقدم مساعدات إنسانية لسكان غزة وهم محاصرون بينما باقي الدول العربية ولا دولة واحدة تحرك ديبلوماسي أو فكرت في تقديم مساعدات إنسانية للشعب الفلسطيني كيف يرى الفلسطينيون العرب بهذه الحالة بكل حرية وبكل موضوعية وبكل صدق جيد جيد يعني أولا أنا أود أن أشير إلى النقطة هنا أن الشعب الفلسطيني والقيادة الفلسطينية تسعى دائما إلى الحفاظ على علاقات طيبة مع الدول العربية سواء على المستوى الرسمي أو على الصعيد الشعبي دعني أقول أنه أنه الانزياح الكامل أو الانزياح باتجاه حل القضايا السياسية عن طريق عن طريق المفاوضات وعن طريق يعني الحلول السلمية هذا ما أصبح طاغيا على المجتمع الدولي وما يتفرضه موازين القوة اليوم العالم العربي بشكل عام يرى في هذه المقاربة هي الأفضل لاستقرار المنطقة بمعنى يعني الحلول السياسية المفاوضات العلاقات الدبلوماسية إلى آخره يرى فيها المقاربة الأفضل لمعالجة القضية الفلسطينية ودعني أكون أكثر وضوحا قد يكون يعني هذه المواقف لا ترقى إلى مستوى الجرائم التي ترتقبها سلطات الاحتلال الإسرائيلي اتجاه شعبنا في قطاع غزة عمدار السبعة أيام الماضية وهي جرائم حرب بكل معنى الكلمة هناك إبادة جماعية يتعرض لها شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة كما أشرت أود مرة أخرى أن أذكر عدد الشهداء حتى الآن وصل إلى ألفين ومائتين ألفين ومائتين شهيد ثلثة من الأطفال والنساء وأكثر من ثلثة من الأطفال تحديدا ومن النساء ونتحدث عن أعشرة ألاف جريح نتحدث عن آلاف المنشآت والمباني والشقق السكنية التي تعرضت للتدمير والهدم على رؤوس ساكنيها نتحدث عن تدمير البنية التحدية نتحدث عن تدمير المستشفيات نتحدث عن التهجير نتحدث عن عائلات بأكملها كما أشرت أكثر من خمسين أسرة تم مسحة من السجل المدني أمام ذلك كله دعني أقول حقيقة أن المواقف لا ترقى إلى مستوى ما يجري ولكن هناك حراك دبلوماسي جدي من العديد من الدول العربية ورأينا اليوم كيف الحديث مثلا عن يعني ردود الفعل المملكة العربية السعودية ردود فعل الأردن ردود فعل الجزائر ردود فعل تونس المغرب الجميع تحدث عن أهمية الشعب الجزائري أنا أتحدث الآن سمحني أنا أتحدث عن مواقف مواقف رسمية مواقف رسمية قد لا ترقى لمستوى ما يجري ولكن كفلسطينيين ضرب ضرب المتفاهرين الشعوب العربية شأنوا آخر يا صديقي الجزائر ضربت المتفاهرين الذين تضامنوا مع الشعب الفلسطيني نحن نحجل من موقف النظام الجزائري الذي لم يحرق ساكنا لا ديبلوماسيا ولا إنسانيا نحن نسجل هذا نعرف نعي جيدا ونحجل من هذا الموقف يعني نسنا وضع دعني لا يوجد موقف جزائري أنه موقف يخذ للجميع الشعب الجزائري والحزاب الجزائري والحكومة الجزائرية التي وأنا قلت مرة أخرى علينا أن نميز بين ردود الفعل الرسمية وأنا أرى أن جميعها لا ترقى لمستوى ما يتعرض له الشعب الفلسطيني ولكن هناك هناك جهود فاعلة لمحاولة على الأقل فتح ممر إنساني من خلال معبر رفح لتوصيل المساعدات الدوائية والغذائية والوقود وإلى آخره وهناك جهد مصري سعودي قطري أردني لأنه اسمع أقول لا أحكي لك بصراحة هذا الانفجار إذا لم يتم وضح حد لهذه الجرائم الشعوب العربية لا يمكن أن تصمت وأنا أتوقع أنه يعني هذه المظاهرات التي خرجت في العديد من الدول العربية أو التي قامت بها الجاليات العربية في دول أوروبا دعما ونصرة للشعب الفلسطيني أعتقد أنه قد تتحول إلى يعني لاحقا حالة التعاطف هذه والإسناد قد تتحول إلى إلى شكل مختلف وشكل آخر قد يعني يرتفع مستوى التضامن مع الشعب الفلسطيني وبالتالي هناك محاولات جادة ودعني أقول بشكل أكثر وضوحا أن الإدارة الأمريكية وبعض الدول الأوروبية والدول العربية تسعى جميعا إلى إبقاء الأمر عدم توسع هذه الحرب على مستوى إقليمي إذن نحن نقدر أي جهد يبدأ لمساعدة الشعب الفلسطيني ولا يمكن لنا كفلسطينيين إلا أن نقبل بهذا الجهد مهما كان متواضعا لأنه أولا وأخيرا من يحدد مصار المعركة ومن يحدد يعني مصير القضية الفلسطيني هو الشعب الفلسطيني ولا يمكن لأي محاولات سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو عسكرية أن تفرض على الشعب الفلسطيني خلولا لا يقبلها ونحن رأينا على سبيل المثال صفقة القرن والموقف الفلسطيني الحاسم والحازم في رفضها ورفض التعاطي معها رغم كل محاولات الضغط والمغريات والإلى آخره إلا أنه فشلت هذه مصار التطبيع فشلة الضغوطات فشلت القتل فشلة التدمير فشلة إذن نحن المقاربات السياسية التي لا تلبط موح الشعب الفلسطيني جميعها فشلت إذن المجتمع الدولي اليوم مجبرا على أن يعيد النظر في كيفية تعاطيه مع الحلول المطروحة للقضية الفلسطينية بما يرضي الشعب الفلسطيني ويقود إلى تحقيق استقلاله وحصوله على حريته والتخلص من هذا الاحتلال المجرم الذي ما زال يعني جاثما على صدور الشعب الفلسطيني منذ أكثر من 75 المطروحة لأنه هذا اللقاء بطبعا تفاول كبير كيف تطع نهاية اختساح غزة من طرف العدو الإسرائيلي كيف ستكون نتيجة باختصار باختصار شديد جدا آلة الحرب الإسرائيلية المدعومة أمريكيا وأوروبيا وفي ظل مواقف دعني أقول معتدلة في الإقليم وفشل المنظومة الدولية حتى الآن على الأقل وبحد أدنى أن تفتح ممرة آمنة لوصول المساعدات الدوائية أو على الأقل تلزم إسرائيل والاحتلال الإسرائيلي لا نريد وقف التقليل من الخسائر في صوف المدنيين وحماية المدنيين الفلسطينيين وفق ما تقتضيه قوانين الحرب الدولية وفق ما نصت عليه مواثيق الأمم المتحدة هذا الفشل في إلزام إسرائيل بالحد الأدنى من أخلاقيات الحروب يقودنا إلى أن نتوقع أن ما قادم ما هو قادم سيكون أصعب بكثير على أبناء شعبنا سيكون هناك مزيدا من القتل مزيدا من التدمير مزيدا من المجازر مزيدا من المذابح وكما قلت نحن نتعرض إلى إبادة جماعية هذه حرب على الشعب الفلسطيني كله ولكن بالمقابل يعني لا أتوقع أن تكون إذا قرر الاحتلال اجتياح قطاع غزة بريا لا أعتقد أنها ستكون نزهة بالنسبة له وشعبنا الفلسطيني يعني قادر على اجتراح الأساليب التي يدافع بها عن نفسه ويقاوم الاحتلال والمحتلين ويواجه بها هذه الآلة العسكرية الضخمة للاحتلال الإسرائيلي والجيش وسبق أن سجلنا في تاريخ نضالنا الوطني الفلسطيني أساطير من الصمود والتحدي وأهلنا في قطاع غزة تعرضوا للعديد من الحروب خلال السنوات الماضية نحن في الثورة الفلسطينية تسعون يوما في لبنان صمدت الثورة الفلسطينية وحدها في مواجهة آلة البطش الإسرائيلية المدعومة غربيا ومدعومة أمريكيا ولوحدها كانت الثورة الفلسطينية ورغم ذلك لم تستسلم ولم يتمكن الاحتلال الإسرائيلي من تحصيل نصر حقيق اتجاه الثورة الفلسطينية كما لم يستطيع أن يحقق نصرا حاسما في كل معاركه أمام الشعب الفلسطيني لن يكون قطاع غزة إلا مقبرة لجيش الاحتلال وجده إسرائيلي شكرا أستاذ أنور رجب شكرا على تلبية الدعوة أتمنى أنها ليست الأولى والأخيرة وأكيد أن متابعي القناة استفادوا من هذه المداخلة القيمة وبلغت تحيات الشعب الجزائري والشعوب المغاربية لأن هذه القناة تبعوها كثير أخوان من المغرب خاصة وكل دول التي توجد فيها جالية مغاربية تحياتنا لشعب الفلسطيني تضامننا مع الشعب الفلسطيني وليكن النصر حليف الشعب الفلسطيني وشكرا جزيلا تحياتي لك أستاذ أنوار شكرا شكرا جزيلا